بعد ساعات قليلة من تصريحات لوزير الدفاع التركي خلوص أكار وصف فيها المحادثات الجارية بين تركيا وأمريكا بشأن المنطقة الآمنة شمالي سوريا بالإيجابية والبناء جاءت وزارة الدفاع التركية لتعلن بعد محادثات بين الطرفين وصفت بالشاقة التوصل لاتفاق بين أنقرة وواشنطن بشأن المنطقة المحادثات تووجت أخيرا باتفاق بين الطرفين يقضي بإنشاء مركز عمليات مشتركة في تركيا خلال أقرب وقت لتنسيق وإدارة إنشاء البنطقة الآمنة إذن فممر السلام كما تصفه أنقرة بات حقيقة وهذا ما أكده بيان وزارة الدفاع التركية في ختام مباحثات بين مسؤولي وزارة الدفاع التركية ومسؤولين عسكريين أمريكيين حول المنطقة الآمنة بدأت في الخامس من الشهر الجاري حيث بيّن أن الاتفاق مع الجانب الأمريكي تم على جعل المنطقة الآمنة ممر سلام بحسب تعبير الوزارة واتخاذ كل التدابير الإضافية لضمان عودة اللاجئين السوريين في تركيا إلى بلادهم الهواجس والتحفظات التركية كانت حاضرة بقوة في مباحثات أنقرة وواشنطن وهذا ما أوضحه بيان الدفاع التركية الذي أكد الاتفاق بين الطرفين على تنفيذ التدابير التي ستتخذ في المرحلة الأولى من أجل إزالة هذه التحفظات في أقرب وقت سفارة الولايات المتحدة في أنقرة أكدت بدورها التوصل لاتفاق مع الأتراك بشأن إنشاء المنطقة الآمنة السفارة الأمريكية أوضحت كذلك أن المنطقة يجب أن تصبح ممرا آمنا في إطار الجهود المبدولة لإعادة المهجرين السوريين إلى بلادهم انفراجة في ملف المنطقة الآمنة الذي طالبت تركيا بحسمه مرارا خلال السنوات الأخيرة يرى مراقبون أنها ستكون طريقا لتخفيف آلام السوريين وعودتهم إلى بلادهم التي فروا منها منذ سنين فيما يرى آخرون أن ما تكشف عن هذه المنطقة لا يزال قليلا وهو لا يكفل عودة آمنة للسوريين الذين سيبقون رهينة أطماع دولية وإقليمية كبيرة